سنشاهد دا في الصورة التي لدينا ما حدث في المكسيك أيضا تصدر السوشيال ميديا في العالم أجمع ليس فقط في الوطن العربي المكسيك تحولت لساحة من الحرب حرب شوارع بعد إلقاء القبض من قبل الجيش المكسيكي على جوزمان وهو أحد مديري كبرى العصابات فيما تعلق بتجارة المخدرات داخل المكسيك بعد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية لنظيرتها الدولة المكسيكية بضرورة إلقاء القبض على جوزمان ناجل إليتشابو إمبراطور المخدرات فيها المكسيك لذلك قامت قوات من الجيش المكسيكي بهذه المهمة وبالفعل نجحت في إلقاء القبض على جوزمان مدير عصابة المخدرات لكن بعد إلقاء القبض عليه عصابته يعني انتفضت وحولت الشوارع فيها المكسيك لساحة حرب لدرجة أنهم استهدفوا إحدى الطائرات وشعر ركاب الطائرة حينها بحالة من الزعر تخلوا حضراتكم معهم أسلحة مضادة للطائرات المطار على الفور توقف عن الرحلات أو عن أن أي طيارة تطير من المطارات في المكسيك بعد هذه الضربات اللافت للنظر أيضا بأنه توفي في هذه الأحداث حتى الآن 29 شخص نتحدث عن 9 من العسكريين و20 من العصابة وقطعا هناك أيضا ضحايا من المدنيين لكن أمام حضراتكم الخراب والدمار الذي لحق بشوارع المكسيك تخلوا حضراتكم الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن مكافأة مالية قدرها 5 مليون دولار لمن يرشد من أجل إلقاء القبض على جزما نجل إلتشابو إمبراطور المخدرات الراحل لكن مع ما قمت به هذه العصابة من قطع للطرقات استهداف للطائرات قتل لرجال الجيش والشرطة قررت السلطات في المكسيك إرجاء عملية تسليم جزما لأولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة